ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كونوا بخير النهاردة هتكلم على نصائح مهمة جدا لاصحاب برج السرطان في شهر ابريل عام 2020 برج السرطان النصائح اللي قولها دي مهمة جدا جدا وهتفرق معانا كتير قوي قوي في شهر ابريل اول الحاجات اللي انا عايز اقولها يا برج السرطان احنا عندنا مش فكرة الانتقاد ولكن احنا من النوع العاطفي بزيادة فبالتالي احساسنا بيكون قوي روحانياتنا بتكون قوية لما منيجي ان ننصح اولادنا ننصح حد من اهلنا بيكون النصيحة شوية قوية فالاخرين بيشوفوها بشكل انتقادي اكتر من ان هي نصيحة فنخلي بالنا جدا جدا في اللغة بتاعة التوصيل المعلومة او التعامل بتاعنا لانه ممكن يكون قاسي واحنا شايفينه انه حاجة عادية ولكن لما منيجي نفكر فيها بعد ما يحصل زعل او اللي قدامنا يلغي فكرة انه يستمع مننا اساسا فاني بعرف ان دا كانت انتقاد او نعرف ان هي شيء ما كانش كويس فنخلي بالنا من الاخر من طريقة التصرفات او طريقة الكلام او التعامل اللي احنا بنتكلم بيها دخلت في الموضوع على طول لان في نصيح كتير اوي عايزة اخلصها برج السرطان النصيحة التانية مهمة جدا جدا ما بلاش فكرة اني انا اتهون في حقي عشان خاطر الشخص ده اصله مني اصلها اختي اصلها من دمي اصلها اكبر صديقة لي او احسن صديق لي لا ما هدربا ما بتجيش اللي من القريب فنخلي بالنا جدا جدا مش معنى كده ان احنا نشك في الناس القريبين مننا لا انا اقصد ان اللي ظلمك او اللي جرحك او ايا كان ما بلاش ان انا اتهون في حقي وسامح وعدي عشان انا عاطفتي بتغلب علي برج السرطان دايما عاطفته اقوى منه حساسيته اقوى منه ممكن يكون خلال شهر ابريل احنا عندنا قوتنا العقلية اكتر اكتر من القوى العاطفية لكن ده مش هيمنع ان احنا نكون عندنا تأثير عاطفي يعني حد يستغل عاطفتنا او انه هو يقول طب صامحنا طب 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 ونبدأ ان احنا نرجع مرة تاني فنخلي بالنا جدا جدا من النقطة دي زايد ان في حاجة تانية مهمة اوي اوي برج السرطان احنا محسودين اوي ودايما العين علينا هقولكم على حاجة صغيرة برج السرطان ممكن يكون طلعا عينك وتعبان جدا في موضوع وفي موضوع عندك يمكن ما بيكملش موضوع واقف وعندك الحاجة الكويسة اوي اوي بس منظورة اوي فان ما بتكملش الحاجة انت عندك ده وبتعاني جدا من ده وانت بتبقى حاسس مين اللي بيكون بصصلك في حياتك من كتر الاسئلة الكتير انت حياتك ممكن تكون فيها بوازان كتير اوي ويكون في شخص تاني من قريبين منك برضو من اللي انت بتحكي لهم كل حاجة الشخص ده ممكن تكون انت شايف ان حياته ممكن تكون فيها لعبك لكن ما بيقولش ومداري على نفسه ودايما عايز يعرف منك وينخور في حياتك اكتر وتحس ان هو بيدي لك الطاقة السلبية على الوضع السلبي اللي موجود عندك عشان ييقزمك نفسيا اكتر على فكرة ده مش كلام ده حقيقة ده بالفعل اللي حاصل عند برج السرطان ان انت لما بيكون عندك مشكلة بتروح تحكيه على حد قريب منك الحد ده بيكون مداري على نفسه جدا رغم ان هو عنده حاجة ممكن تكون موجودة بس مش هيحكيها لك عشان انت ما تفرحش فيه او ان انت توجه له زي ما هو هيوجه لك طاقة سلبية وان هو بيشمد فيك وان هو لو لقى حاجة واحدة ايجابية يبدأ يبصلك فيها يحسدك فيها يدي لك فيها طاقة سلبية بحيث ان انت تشوفها بمنظور تاني فتتقلب الدنيا فخلي بالك قوي ان الموضوع ده بيجي من القريب مش من البعيد البعيد ما يعرفش عنك حاجة البعيد مش هيبصلك ومش هيحسدك قد ما اللي عارف عنك كل حاجة عارف عنك كل حاجة ده ممكن يكون قريب صديق حبيب ايا كان نخلي بالنا وخلاص يعني من الاخر اقدر اقول برضو ان احنا نداري على نفسنا ما نبقاش بنقول كل حاجة ما يبقاش فكرة العشم موجودة لان العشم ده لما بيكون موجود بشكل قوي بيزي برج السرطان هو في الاخر نخلي بالنا جدا من النقطة دي برج السرطان حاجة تانية التفاؤل ياريت يعني يكون عندنا تفاؤل كتير عندنا ثقف ربنا عندنا عارفين ان ربنا صحب الاراضة القوية خاصة ان انتوا برج روحاني وبرج عنده ايمان قوي جدا فبالتالي ما ينفعش ان احنا يكون عندنا لغة احباط ما يكونش عندنا حتة اللي هو دايما كل حاجة تأزم هاجس معين وسواس قهري مرضي شوية من الناحية السلبية اللي هو عدم لا كل ده لازم نلغي لازم يبقى عندنا تفاؤل لازم يبقى عندنا ثقف ربنا اكتر لازم يكون عندنا ايمان اكتر ان هيكون ربنا هيبدل الحزن خير هيبدل الوسواس حاجة حلوة هيبدل الحاجة الوحشة بحاجة جيدة جدا فده لازم يكون موجود لازم يبقى فيه امل لان لو احنا عشنا على الاحباط يبقى هنتعب وهنعيش يبقى فيه حاجة كرهنها في نفسنا هنبقى شايفين نفسنا مش الشيء الايجابي مش زي ما احنا عايزين او هنشوف نفسنا قليلين بلاش جدا جدا فكرة دي لازم يبقى عندنا تفاؤل نكسر حاجة اسمها احباط لو حسيت ان انا عندي شيء سلب عايز يخش علي احاول ان انا اقله نفسي باي شكل او ان انا اقول لا انا ثقة في ربنا اكبر دايما كنت وانا في مجال الدراسة كان فيه حد دايما يقول لي ان لما يبقى عندك مشكلة او انت مش فاهم حاجة او انت فيه شيء متعسر قدامك قولي يا هم انا عندي ربنا اكبر منك فدايما لازم يبقى عندنا الفكرة دي يعني انا اصلا مبدأ حياتي على طول بمشي بالحتة دي عامة فلازم نكون عندنا نقطة دي قوي برج السرطان كمان فيه حاجة تانية مهمة احنا بالفعل عندنا وسواس عندنا وسواس يبقى اقدر اسمي وسواس مرض بمعنى انا قلقان على حد جدا قلقان على والدتي او والدي او او يبقى دايما عندي فكرة ان ايه بيعاني دلوقتي ايه تعبان ايه عنده مشكلة كبيرة ايه مش عارف ايه يا له ده فلان خرج النهار ده ممكن يلبس في مرض معين ممكن مش عارف يحصل له ايه لا ده ممكن ده مده بيردش على الموبايل فهو دايما عندنا وسواس قوي قلق توطر دماغنا دايما مش فينا من كتر ما احنا قلقانين على الاخرين اكتر ما يعني احنا قلقانين على نفسنا وقلقانين على صحتنا ولكن قلقانين على الغير جدا عندنا كمان وسواس النظافة برج السرطان بيحب النظافة جدا حب دايما النظافة والتعقيم والفكرة انا انا عندي الموضوع ده يعني وعندي وسواس جدا في ده حب النظافة بطريقة اه تكره ايه بني ادم بس لازم نغير النقطة دي لان هتعمل لنا احنا خلاص احنا هنبقى مرضى من ناحية الاسواس فلازم نخلي بالنا جدا جدا ما يبقاش عندنا نكون تلقائيين نكون عاديين جدا يعني فدي لازم برضو احنا نتهاون فيها شوية برج استراطان لازم يكون عندنا اسرار على النجاح عندنا نجاح احنا عايزين ننجح يبقى لازم نحن بقى عندنا الاسرار قبلتنا عراكيل ما ترجعش او مرجعش عن قراري مرجعش عن اللي انا عايز اوصله لا انا عندي اسرار وهكمل وهوصل وهبقى احسن من اي حد في الدنيا وهكون اقول انا عملت كذا كذا بمساعدة ربنا سبحانه فانا دايما لازم يكون عندي الاسرار القوي على النجاح نصيحة تانية مهمة جدا مبلاش ان يكون مهزوز في بعض القرارات خاصة مع الحبيب او الشريك اللي ممكن يكون عنيف معي في بعض الوقات اللي بيتعال علي او بيستفرد بيفرد قوته علي لازم اكون شخص قوي كلمتي تكون قوية مبلاش يتراجع في كلامي مبلاش ان انا اكون مهزوز او باين ان انا ضعيف او باين ان انا عندي غيرة شديدة على الفلان ده او ان انا اكون احسسه ان انا بحبك اكتر منك ده هيخليني قليل هيخلينه يعلى علي او انه يتقاوى علي في الاخر يبقى انا اللي هعاني كمان مش فكرة ان انا اكون قوي او عندي حزمة او ارادة في قراراتي ان انا اكون بتخانق لا مش هتخانق ولا ان انا هكون لا بس هكون هادية هكون عارف انا بعمل ايه الكلمة بتطلع مني ازاي لا ما بتهزش على كل حاجة ما بتخنقش على كل حاجة مش اللي عندي غيرة قوية واحسسه ان انت الدنيا كلها وان انا مسكة فيك بايدي واسناني لا انا عندي شخصية وعندي كرامة وعندي مليون حد ممكن يحبيني وعندي الدنيا بتاعتي وعندي اصحابي وعندي كل حياة فده مهم جدا جدا ان انا محسسوش ان هو الدنيا والاخرى ده مهم جدا في حاجة تانية نصيحة مهمة الماضي يا برج السرطان خلاص حصل اللي حصل حصل ما فكرش في الماضي الماضي طول ما انا بفكر فيه انا بتوجع طول ما انا الماضي مسيطر علي بانا مش بشوف الحاضر مش هشوف المستقبل مش هشوف الايجابية لو الماضي كان حبيب وظلمني مش هشوف حد تاني يحبني بشكل كويس او بشكل قوي لا هشوف انه يظلمني برضو فان خلي بالنا من ان الماضي ده شيء حصل خلاص ما فكرش فيه ممكن اخده بحجة ان انا اعمل اعادة حسابات مرة تاني لكن ان انا اشوف الماضي عشان يوجعني بالزيادة عشان افكر فيه واثر علي تأثير سلبي يبقى انا غلط لو معرفتش هتحكم في النقطة دي يبقى انصى الماضي بما شاكله باوجعه بحلوته كمان فده النقطة دي مهمة النصيحة برضو اللي عايزة اقولها خلينا نقولها النصيحة الاخيرة مع اني في نصيح تانية عامة الكراجو البورج السرطان لو عندك علاقة من طرف تالي لسه متعلق فيها بخلي بالك مش هقولك تبعد عنها ولكن خلي بالنا لان ممكن ده هيأثر كتير على شخصيتنا ويأثر كتير على حياتنا بالشكل سلبي طبعا هنخسر هنتوجع هنخسر العلاقتين مع بعض هنخسر الحاجة المهمة اللي ممكن تكون العلاقة الاولانية او حبيبتك او مراتك او زوجتك ام اولادك حياتك بيتك فما بلاش ان انت تخلي قلبك او عقلك يخليك تدوس على حياتك كلها ويعملك مشاكل كتير فكر بعقلانية شديدة جدا جدا عشان ما تخسرش الامور بشكل سلبي او تكون بشكل سلبي عامة تانية بورك سرطان بتمنى ان انا اكون فدكم بحبوكم جدا ما تنسوش لايك وشير الاشتراك في قناة تفعيل الجرس سنعي اشتركوا في القناة